كشف حساب، هذا ما قدمته المتحدة في مؤتمرها الصحفي اليوم والحين محتمر صحفي كان كل الناس مهتمية به يعني غير الحضور اللي كان موجود فيه منتجين، فنانين، صحفيين، زملاء من المهنة أنا كنت بشوف كل لحظة خبر على المواقع فالحقيقة كان اهتمام كبير، أستاذ حسام صالح قاد المؤتمر وقدم كشف حساب للمتحدة ماذا قدمت فيه خمس سنوات وماذا نتوقع في السنوات المقبلة وخلونا نبتدي كعدتنا بالأخبار، ده برنامج أخبار فنبتدي ما هي الأخبار التي رشحت من هذا المؤتمر أولا إعلان تشكيل مجلس الإدارة الجديد برئاسة المصرفي المعروف أستاذ حسن عبدالله رئيسا لمجلس الإدارة وعضوات زي ما احنا شوفنا أستاذ محمد السعدي، ميديا هاب أستاذ عمر الفئي، بي او دي، أستاذ تامير مرسي وطبعا تامير مرسي كان رئيس مجلس الإدارة السابق وهو سينرجي أيضا دكتور أشرف سلمان وزير الاستثمار السابق ودكتور محمد سمير هو المسؤول القانوني المستشار القانوني للمجموعة قبل ما أيضا من الأخبار الاعتزام المجموعة، إطلاق قناة إخبارية إقليمية يعني ليست فقط محلية ولكن إقليمية الاستعدادات بدأت، الاستوديوهات بتتحضر، المعدات لأن دي عايزة لها معدات طبعا متخصصة جرافيكس كل ده ابتدى يجهز، وقالت المتحدة أنها تنتظر وتتطلع أن يكون الربع الأول من العام القادم هو إطلاق هذه المحطة من الأخبار أيضا إعلان المتحدة أن السوق مفتوح في كل المواسم رمضان وغير رمضان لكل المنتجين لتقديم أعمال درامية سواء على الشاشة أو في السينما للمنافسة بين المنتجين، المنافسة بين الكتاب، المنافسة بين صناع الدراما لن يكون العمل حكرا على شركة واحدة أو شركتين أو تلاتة لا، المجال مفتوح للجميع، أظن ده خبر سعيد جدا لكل صناع الدراما والأعمال الفنية في مصر الدراما جزء مهم جدا من قوة مصر الناعمة، هنتكلم عن تفاصيل ده وعندنا مائدة نقاش نتكلم على أهمية هذا القرار بالنسبة لهذه الصناعة أيضا وأيضا من الأخبار صندوق رعاية اللي عاملين بالإعلام وده كنا أعلن عنه في هذا البرنامج من قبل وجوائز وأظن ده خبر أيضا مهم يمكن محدش يهتم به جدا ولكن أهميته أن هناك ستكون جوائز ومصابقات لتطوير الدراما يعني لأفضل دراما عن الطفل، لأفضل دراما رواية، لأفضل سيناريو يعني الفكرة دي يعني جائزة السيناريو للدراما التلفزيونية باسم الكاتب الكبير صالح مورسي جائزة التأليف لدراما الطفل، جائزة الرواية المطبوعة، جائزة قصة الطفل الاهتمام بالطفل ده مهم، الاهتمام بالمنافسة إحنا محتاجين نسمى أصوات جديدة، محتاجين نسمى أصوات جديدة وإحنا عارفين إن الشباب موجودين في كل مكان من محافظات مصر لديهم أفكار كثيرة ولديهم أفكار ما تخطرش على بالنا نحن نتعامل كمان مع جيل جديد، عايزين نفتح شاشتنا كل الأجيال تتفرج علينا وعايزين يبقى فيه منافسة ونقدر إن إحنا نخرج هذه المواهب وإن إحنا نستفيد أيضا من هذه المواهب خلونا نبدأ أولا بمجلس الإدارة الجديد الذي يرأسه المصرفي المعروف أستاذ حسن عبدالله رئيسا لمجلس الإدارة يعني حسن عبدالله بالنسبة لأي العاملين في المجال الاقتصادي هذا الشأن أعرف هذا الرجل منذ سنوات طويلة هو مصرفي معروف طبعا عضوا بمجالس إدارات مهمة كان رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب للبنك العربي الإفريقي سنوات طويلة والحقيقة قفز بالبنك الإفريقي الدولي قفز به قفزات مهمة كان بصلح الخبر بس منصب رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب للبنك الإفريقي الدولي من 2002 إلى 2018 قفز به قفزات كبيرة كان رئيسا لمجلس إدارة اتحاد المصرف العربية والفرنسية يعني رجل له باع كبير في العمل المصرفي والمالي ليه رئيس مجلس إدارة مؤسسة إعلامية بانكر أو مصرفي؟ الحقيقة أنه هذه الشركة في النهاية في الشركة محتاجة ضبط مالي وبنتكلم أيضا أنه من الأخبار الاعتزام الطرح في أسواق المال وفي البورصة إذن محتاجة مزيد من الضبط المالي مزيد من إعداد القوائم المالية مزيد من العمل المالي وتحقيق نتائج معينة كي نستطيع أن نطرح في البورصة وبالتالي الهدف هنا أو هذه المرحلة تتطلب أن يكون مجلس الإدارة في هذه الاتجاهات ده مش معناها أنه هذه الشركة ستهمل الأشياء الأخرى اللي هي الإعلام والشاشات والتخصصات ولكن يترك التخصصات لأهل التخصصات هنا إحنا بنتكلم عن ضبط مالي مهم والحقيقة هذا مهم جدا خلونا نتعرف أولا على رئيس مجلس الإدارة الجديد السيد حسن عبدالله الذي يأتي بعد أن أصبح أستاذ سامر مورسي عضوا في مجلس الإدارة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة